تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولو العهد رئيس مجلس الوزراح في ده الله برقية تهنئة من سمو الشخالي بن عيسى بن سلمان الخليفة وزير شؤون الدوان الملكي بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى مقاليد الحكم رفع فيها سموه إلى سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء أسمائية التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة أعرب سمو وزير شؤون الدوان الملكي في برقية عن عميق فخره واعتزازه بما تشهده مملكة البحرين من خطوات متقدمة ومتسارعة على طريق التقدم والازدهار بما تحقق من إنجازات ومكتسبات حضارية وتلموية في ظل المسيرة التلموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المفدى فضه الله ورعى ودعم ومساندة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله داعيا سموه المولى العلي القدير أن يديم على سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء موفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يحقق لمملكة البحرين وأبنائها المزيد من التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر